العراق مرة أخرى يدق ناقوص الخطر بعد قطع إيران لكامل المياه عن أراضيه كان هذا اعترافا من وزارة الموارد المائية الحالية من أن إيران قطعت المياه بشكل كامل عن العراق متحدثة عن أثر ذلك بشكل مباشر على المناطق الحيوية المهمة في مناطق بمحافظة ديالا وبدرة وجصان وهور الحرية فضلا عن شط العرب ليبدأ المخزون المائي بالتناقص في سد حمرين المقام على نهر ديالا الذي شارفت مياهه على الجفاف بسبب قلة هطول الأمطار وقطع إيران مجموعة من الأنهر المغذية لنهر ديالا في وقت نقلت مصادر إعلامية عن وزارة الزراعة والموارد المائية في كردوسان العراق قولها إن إيران قطعت إمدادات المياه عن كردوسان العراق بنسبة 100% وقالت إن 70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي كردوسان العراق وقد قطعت إيران هذه الإمدادات كاملة وغيرت مسارها كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل وقبل أيام حذر البنك الدولي من أن العراق قد يشهد خفاضا بنسبة 20% في موارده المائية بحلول عام 2050 مع سمرار قطع إيران المياه وضاف البنك الدولي أن ندرة المياه بدأت تتسبب في تهجير قسري جنوب العراق مشيرا إلى أن الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60% من الأراضي المزروعة وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30% و60% في مستوى المحاصيل مراقبون عدو تصرفات تهران مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية وأهمها اتفاقية عام 1975 فضلا عن استغلالها للمياه في إعالي الحوض وعدم مراعاة مصلحة مناطق المصب وجراء انخفاض مناسيب المياه الواردة للعراق من إيران فضلا عن انحسار سقوط الأمطار منذ ثلاثة أعوام اعترفت وزارة الزراعة بتخفيض خطتها الزراعية للعام المقبل بنسبة 50% يذكر أن 90% من منابع الأنهار التي تجري فالعراق تأتي من خارج أراضيه جلها مقطوع من جانب طهران ليبقى العراق بعد عام 2003 رهين طهران بفعل أحزابه وحكامه فمنذ ذلك التاريخ عانت البلاد من جفاف ولسيما بعد انخفاض معدلات إيرادات الأنهر التي تصب منابعها من إيران بقرابة 50% من معدلاتها الطبيعية